انا مبسوط جدا ان السنغال وصلت المباراة النهائية وهتلعب في النهائي ضد مين ضد الكاميرون او مصر انا بشجع مصر ونفسي مصر هي اللي توصل وان شاء الله ومصر هتوصل انا خاف ليه وقلق ليه انا لعبت مباراة قوية جدا ضد كوتفوار لعبت مباراة رائعة ضد المغرب اخاف ليه من وجهة السنغال بل بالعكس ده ميزالية لو خدت بطولة افريقيا في النهائي وكسبت وضد فريق زي السنغال هتبقى الفرحة لها طعم وهيبقى البطولة لها طعم وهتبقى مباراة شيقة وممتعة على عكس ما انا قاعد بتفرج على منتخب مصر وهو بيلعب بوركينا فاسو وانا مش مبسوط حاسس ان المباراة من طرف واحد حاسس ان انا مش الان من بوركينا فاسو ومعرفش فيها حد قوي ولكن انا عيني هتبقى على محمد صلاح وفي الناحية تانية هتبقى على سادو مانيو هتبقى المباراة منقسمة من الطرفين انها كاندية في التعامل هناك منافسات ما بين اللعيبة محمد صلاح بيقدم كل اللي عنده سادو مانيو بيقدم كل اللي عنده وانا عايز كده كمشجع قروي ما تبصش انك انت تقول انا هاخد بطولة يبقى انا محتاج فريق ساهل ده فقر مش كويس جدا على الاطلاق في كورة القدم وما بيحصلش لما بتواجه الفرق القوية الفرق العظيمة الفرق اللي بيكون لها شأن في طولة افريقيا هي اللي بتديك الحافز للمباراة انك انت تلعب مباراة كويس وتلعب مباراة جمد وتعرف ان الخصم اللي انت نازل تلعبه ده مش خصم سهل ده فرق قوية جدا انت بتتكلم على السنغال وصلت مرة الماضية ضد الجزارة اي نعم خسل ولكن كانت في النهائي فتحسب لها الوصول للمباراة النهائية على التوالي في بتلتين واربعة يعني ده ما يقللش من شأن صبر فرق من الفرق القوية جدا اللي اللي تنظر عليها وانك انت تشاهدها وتحب انك انت تشاهد لك انا سمعت النهاردة مباراة السنغال بلوكي نفسك شجعت السنغال وتحدد كل المشاهدين معي المباراة ان السنغال هي هتكسب موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة